ساعتان خصصها مجلس الأمة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية تحدث فيها رئيس المجلس مرزوق الغانم من مقاعد النواب مؤكدا ضرورة إيجاد الخطوات العملية لتنفيذ القرارات وعدم الاعتماد على مورد واحد وتفعيل قانون الخصخصة حتى رئيس المجلس نزل وتكلم بغض النظر كلامه نتفغ معه أو نختلف معه إنما روح المسؤولية كانت رائدة في عضاء مجلس الأمة التمييز اللي تميز في النواب اليوم هو انتبهي حكومة نحن قارئين ومتابعين لما يحدث وسيكون في آخر قبولنا هو المواطن وليس في الأول هذا الفكر اللي بنختلف فيه نحن نعاني الآن من عجوزات مالية واضحة في الميزانية وعلى الحكومة أن تأتي ببداء لإيرادات مالية واضحة كالتخصيص كالنظام البي او تي كإيجاد وإنجاز مشاريع صناعية نفطية لأننا نملك النفط الخام لكن ما أتت به الحكومة لم يكن كذلك وعلى هذا الأساس تم القرار في المجلس أن يذهب الموضوع برمته إلى اللجنة المالية وقتصادية هناك الحكومة تجلس خلال الثلاثة أسابيع القادمة وتقدم تقرير متكامل اللجنة إجماع النيابي على عدم المساس بذوي الدخل المحدود وتحذير من خطورة اتفاع الرواتب أكثر من الميزانيات طبعا اليوم كنا صريحين جدا في نقاشنا وكنا واقعيين لأن فعلا اليوم البلد تمر بأزمة ما لم نتضافر الجهود ونحل مثل هذه الأزمة ولكن يجب أن تحل بطريقة لا تؤثر على دخل المواطن البسيط وأن يكون هناك تسلسل منهجي لرفع هذه الدعوم هذا غير مقبول اليوم تجي حق المواطن لما سعر البرميل ارتفع 130 كنا نطالب على أولاد 25 دينار تقول لا هذه تكلفة مالية الغانة مطالبة خلال الجلسة من اللجنة المالية والاقتصادية الاجتماع مع الجهات المعنية لدراسة الملف لتقديم تصوراتها قبل جلسة الواحد من مارس